ارباح خيالية? ما شاء الله في حاجة اسمها ارباح خيالية ارباح مليون المية? ما شاء الله في ارباح مليون المية ايوة والله يا جماعة في ارباح مليون المية مشروع ارباحه مليون المية وكمان المنطق طبيعي مليون المية ايه الكلام اللي انت بتقولي ده? فيه كلام زي اللي انت بتقولي ده هو ده كلام فيه عقل اه والله يا جماعة هزبت لكم ان انا عقلة جدا وان انا كمان بقدم لكم محتوى جميل جدا ممكن اكون انا وانتم سبب في اسعاد ولو اسرى واحدة هنكون انا وانتم في منتهى السعادة شاب مقبل على الجواز ومش عارف يزبط اموره ومش عارف يلاقي شغل ممكن يشتغل هو وزوجته من قلب البيت والارباح فوق الخياية يا جماعة ست بيت قاعدة في بيتها زهقانة ومتضايقة ومش عارفة تعمل ايه عايزة تبتدي مشروع تزود بيه داخلها المشروع ده من المشروعات الهيلة يلا بينا نسمي بالله ونصلى على الرسول ونشوف مع بعض مقدرنا وطريقة تحضرنا بس قبل ما نخش على الفيديو رجاء ارفعوا الفيديو باللايك عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس لعله وعسى اي اسرة تستفيد منه مفيش اي مقدير معانا غير كلها منتجات طبعية مليون المية الاكياس دي معانا اللي هي بتتحط فيها اللوليتا والكيس من ده بجنيه بيباع طبعا في المحلات واحنا عارفين وكل اطفالنا بيحبوا المسلجات دي وما فيش اي اب واي ام بيقدروا يمنعوهم عن شراء المسلجات دي ومعايا علبة المايونيز دي او علبة القاتشاب بالشكل ده هحط فيها المنتج الطبيعي بتاعي زي ما احنا شايفين ادي اول منتج طبيعي هستعمله اللي هو عشب الكركدي اهو بقربه لكم للكاميرا الكركدي وده اول منتج طبيعي طبعا هستعمله هحط كمية معايا فوق كده طبعا انا غسلاهم من الاتربة اللي تبقى موجودة عليهم عند المحلات وهبتدي حط عليهم ازازة مية ده اول منتج معانا يا جماعة لكم بقى انت تخيلوا كمية المكسب من موضوع ده قد ايه الاكياس اللي انا جايباها دي النص كيلو منها بعشرة جنيه وطبعا لكم ان تتخيلوا كمية النص كيلو دي في الاكياس الزغيرة دي هترمي معايا كام كيس انا حطيت الكركدي بتاعي على النار واول ما غلي بالشكل ده هبتدي انزله من على النار واسيبه لما يبرد تماما برد معايا هبتدي احليه بالسكر ده كمنتج كده هيباع وكمان هيخرج كمنتج تجاري لو انت حابة هتعمليه الاولادك في قلب البيت ممكن تحلي بالعسل النحل فايدة اكتر ليهم يعني لكن كمنتج تجاري مش هيجازي معايا لو حلا بالعسل النحل طبعا بقلب لحد ما السكر بتاعي بيختفي وبحطه في علبة الميونيز او القاتشاب دي عشان تبقى سهلة التحضير علي اهو وببتدي افتح الكيس وبدخل في علبة القاتشاب وابتدي انزل لكم بقى انت تخيلوا علبة القاتشاب دي عملت معايا كام كيس حوالي عشرة خمستاشر كيس يا جماعة والكيس الواحد بجنيه طبعا مش بامل الكيس لحد الاخر وهتنيه بالشكل ده اه عندك شمعة ممكن تقفلي عليها عندك معاكي ولاعة ممكن تقفلي بيها اه عندك عين البتجاز بتاعتك عين الزغيرة ممكن تقفلي عليها مش هتوقف قدامنا اي حاجة طبعا هتتأكدي انك قفلت كويس لحمتيها كويس بالشكل ده عشان ما تصربشي ولما نيجي نحطها في الفريزر يبتدي العصير او الحاجة المستحضر اللي احنا حطينه يقع منها شايفين الكيس بتاعي انا بقى حطه لكم على جميع النواحي عشان تتأكدوا انه هو مقفول صح طبعا كست بيت ومش هتعملي المنتج ده منتج تجاري او هتبيعيه او هتوزعيه على البيعين هتعملي لولادك بس في قلب البيت في المستحضر ده اهو العلب دي طبعا مالية الاسواق كلها انا كنت جايبة العلبة دي حوالي 10 ا 12 جنيه تقريبا هتمليها وتقفليها وتحطيها عندك في الفريزر وهتطلعيها وهتسعدي برضو بيها اولادك وده منطق طبيعي انت عاملاه في قلب البيت مش هتخليهم يجيبوا حاجة مصنعة من برة احنا مش عارفين مصدرها وطبعا بيبقوا عاملينها شوية مية وشوية لون يا جماعة ربنا يحفظنا ويحفظ اولادنا ده غير الضرر والمواد الحافظة اللي تبقى فيها طبعا ده معايا عصير منجا منجا عندي في الفريزر شايلها فابتديت اجيبها عصرتها في الخلاط وخفتها وصفتها طبعا وحلتها وبعدين اهو معايا معايا كده بحطها في قلب الاكياس وبسيب مسافة فوق من الكيس بالشكل ده عشان اقدر الحمه الاولاد كانوا قاعدين حواليا مبسوطين جدا ومبهورين جدا وفرحانين ان انا وصلت الحاجة زي كده اعملها لهم في قلب البيت بالشكل اللي هم حابينه منبرة طبعا انا كنت بعملها لهم على طول في العلبة اللي واردها لكم من شوية لكن هم طبعا بيبقوا حابين المنتجات بتاع ببرة عشان شكلها هم حابين شكل الكيس الكيس ده بيجبوه بجنيه منبرة بس طبعا زي ما قلت لكم عمره ما هيكون طبيعي زي ما احنا عاملين بتأكد ان حكمت الكيس بكويس اهو بمشي عليه مرة واتنين عشان اتأكد ان انا قفلته كويس بالشكل ده ومعايا كمان اناناسة هو يا جماعة انا طبعا مش حاب يعني اوريكم كتير طبعا احنا عارفين كلنا احنا بنعمل ايه في الخلاط بنجيب المنجا ونحطها في الخلاط ونعصرها وبعد كده بنحليها وده الاناناسة هو قدامكم حبيت اعمل منتج واحد قدامكم عشان مطولش عليكم الفيديو اكتر من اللازم وبنحط الاناناس وبرضو اه بنحط نحليه انا ده هحليه بالعسل النحل اهو كيب انتو شايفين كمنتج تجاري قلنا هنحلي بالسكر وبخلطه في الخلاط خلط عادي جدا وطبعا انا حبيت اوريكم الاناناس لان الاناناس لوحده بيعمل رغوة او فوم عالي فانا مش هعرف اعبيه في علبة القاتشب او المايونيز فالحل ايه ان انا هسيب الرغوة بتاعته دي تهدى خالص هيبتدي يروأ ويديني المسحوق بتاعه اللي هو لونه اخضر فهبتدي احطه في علبة القاتشب او المايونيز وان شاء الله اكمل به زي ما انا عملنا وردكم في اول الفيديو وهحط المنتج بتاعي كله بقى اللوليتا كلها بقى نوحها كلها في قلب الفريزر يوم كامل وهتطلع بالشكل ده شايفين يا جماعة لكم ان تتخيلوا بقى انا ولادي اصلا كلوا اكتر من نصهم عشان قبل ما اعملوكم الفيديو يعني كنت بسرخ وصوت عشان اعمل الفيديو ده قبل ما يكلوا الباقي ده شايفين بقى يعني انا عايزة اسمع منكم واشوف منكم اراءكم في التعليقات هل فعلا المنتج ده منتج صح ان هو يطلع للنور ويطلع للناس ولا لا ودعموا المنتج بكل قوتكم عشان خاطر يطلع للناس واكبر عدد من الناس يستفاد منه معانا المنجة معانا الفراولة معانا الجوافة معانا الاناناس معانا اللهم صلي وسلم وبرك عليك سيدنا محمد الطمر كمان طمر طبيعي عاملينه في قلب البيت وكمان معانا الكركديه اشكال والوان بقى مبهرة لأولادك هتفرحيهم في قلب البيت هتعملي كمشروع هتفرحي نفسك وتفرحي غيرك اتمنى من كل قلبي ما تنسونيش من اللايك من الشير سابسكرايب تفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد وسعيدوا غيركم يا جماعة لايك وشير وفيد الغير اشتركوا في القناة